الشروط علشان البلازمة تبقى كويسة طبعا لازم المريض قبل الحقن ان هو يكون الغذاء بتاعه غذاء صحي لو يقدر يبطل تدخين قبلها باسبوعين الحاجات ده كلها بتتحسن من العينة يشرب سويل كتير يأكل حاجات خاضرة حاجات فيها فيتامينز يمارس يعني حيارة رياضة يتمشى الكلام ده كله يوقف استخدام المسكنات يوقف استخدام الكورتزون قبلها باسبوعين طبعا لما بيجي بناخد منه العينة وبنبدأ نفصلها بطريقة معينة بتتحين في المكان المزبوط لو حول الاوتار طبعا لازم استخدام جهاز الصونور منفعش ان احنا نحن بلايند كده او نهي تتحين في المفصل بعدها المريض بيبقى بيوم او يومين طبعا القلم بيزيد عنده لانه بيحصل زي نشاط في الجسم زيادة بيقدر يتحكم بالقلم ده عن طريق انه يستخدم المسكلة احنا قلناها زي مادة البرس تمول او انه يعمل زي كما دات بردة او تلج وفي خلال يومين او تلاتة بالكتير الان بيبدأ يختفي بتبدأ تظهر النتيجة بتاعتها في خلال عشر تيام ولازم طبعا هي بتبقى جلسات بتبقى تلات جلسات او اكتر على حسب استجابة المريض اهم حاجة في البلازما ان هي علاج يعني البلازما مش مسكن هو المريض ممكن لما يسمعنا يحس ان الموضوع مطول وفي تفاصيل يعني لما بقوله مثلا تلات جلسات وكل جلسة نتكلم مثلا في تلات شهور يقعد يتعلق تلات شهور يجي ويروح يعمل جلسات ولكن هو يتخلص من الموضوع الى الابد يعني لو الوطر تصلح لو الخشون الراحة هو كده تعالج مش مجرد ان هو مسكن يقعد مع شهر شهرين تلاتة ويرجع تاني بتستخدم برضو يا دكتور لعلاق خشونة الرجبة من الدرجات اللي هي يعني حركة تقولنا تاني الدرجة الاولى والتانية وهل التالتة والربعة نقدر نستخدم فيهم البلازما ولا هي الاولى والتانية بس لا الدرجة الاولى والتانية بنستخدم فيهم البلازما كعلاج اما الدرجة التالتة والربعة بصراحة هي بتبقى بس مسكن مؤقت يعني بتتعملك حاجة اللي اسمها أو اللي هو تأثير تلطيفي في المفصل التأثير تلطيف في المفصل ده ممكن يقعد مع العين مثلا شهر ولكن هي بترجع تاني لكن كعلاج لازم يكون المريض في الدرجات الاولى درجة اولى او تانية ويكون سنه صغير يعني مثلا تحت الخمسين او ستين سنة ما يكونش كبير يعني لان موضوع التجديد في السن الكبير بيبقى صعب شوي لكن لو سنه كبير درجة تالتة درجة رابعة ده طبعا بيبقى لي حاجات تانية مدة الجلسة نفسها يا دكتور بتختلف حسب كل مريض وحسب المكان اللي بتحقن فيه ولا هي تقريبا بيبقى لها يا وقت معين نقدر نقول مثلا الجلسة ممكن تكون بتقعد ساعة ساعتين يعني الوقت بتاعها بتاع الحقن بيبقى تقريبا وقته قدية هو المريض بيدخل بنسحب منه العينة العينة بتتفصل في المعمل اللي في الايادة مثلا في خلال ربع ساعة كتير او نص ساعة ويبيرجع حينها تاني يعني هو بس نص ساعة يكون متسحب وحقن كل حاجة